اللي برضو من بابي ما لوش وصف غير انه فعلا زي ما اطلق عليه هو لعب من كوكب تاني وحصل طبعا الحزاء الذهبي برصيد طبعا اهداف وكان منهم هاتريك كمان النهائي يعني حاجة كانت سحر فعلا ميسي كمان اول لعب في تاريخ المونديال بيسجل في كل الادوار الاقصائية يعني لو نرجع شوية كده الورا يفتكروا معايا استراليا سجل وهولندا سجل وكرواتيا سجل واخيرهم فرنسا وسجل يعني ميسي فعلا اخيرا نقدر نقوله هو بيجمع بين البطولتين سواء منتكلم عن كوبة امريكا اللي كان برضو في فترة طويلة كده كان بين دا من هو او كان زعلان جدا انه هو ما كانش بيفوز عليها وفز عليها وكس العالم يعني وبيوفي طبعا هنا اللي وحننتكلم بالوعد وبيوفي بالعهد لجماهير الارجنطينية اللي برضو كانت الى حد كبير فبعض الاحيان بتنتقده بشكل برضو لازا يعني خلي بالكم ميسي طبعا ارجنتيني لكن هو من هو صغير هو في بارسلونة فالارجنتين مش حسة قوي بالانتماء مع ميسي طبعا فخورين به بس هو ما كانش بيلعب لأي نادي تقريبا او على طول راح على بارسلونة فالنقطة دي برضو كانت عاملة جاب شوية بس ستيل كانوا بيحبوه ستيل كان عندهم امل فيه كبير جدا لكن كانوا دايما بينتقدوه على موضوع كاس العالم هو فينا المونديال هو ليه ميسي مش عارف يحقق اللي ماردونة حققوا مع الارجنتين من سنين طويلة فبتالي النهاردة ده كان الرد لكل الناس اللي كانت عندها تساؤلات بهذا الشكل يعني هنقول تاني مبروك لمحبي الارجنتين في كل مكان وكتبعا عندنا في مصر ناس كتيرة جدا بارح وإحنا بنتفرق كتب مقسومة يمكن تسعين في المائة كمان كانوا بيشجعوا الارجنتين يعني يمكن أنا وناس قليلة اللي كنا مع فرنسا